حقيقة قبل الحلقة وبنتابع الترندات اليومية الموجودة ايه اللي الناس بتتكلم عليه دلوقتي ايه اللي الناس طلع ترند في الوسائل التواصل الاجتماعي موضوع ممكن يحصل في كل يوم في اي مكان باي شكل في اي مكان في العالم سواء مخالفة بتزال او خلاف او غيره حصل في السحل الشمالي زي ما تابعنا وشوفنا وقرينا وغيره روايات عديدة الروايات بتستهدف في النهاية محاولة المساس بمؤسسات الدولة يعني انا عدت اقرأ خلاف بين ناس اسماء يعني كبيرة في السحل الشمالي في منتجع اسمها سيندا وهذا الخلاف ادى الى الاستقواء بمؤسسات الدولة ده اللي بتقال ويتم الازالة وفي حضرة احدى المؤسسات المهمة في البلد ارجع تاني دور يطلع احد هؤلاء يعمل بيان يقول يا جماعة الموضوع ده مش صحيح يطلع الطرف التاني يقول يا جماعة الكلام ده مفيش منه في الاخر دور الحقيقة تواهان في ضباب في كلام في شائعات في غيره يعني حالة من اللا يقين موجود ايه الموضوع؟ قالوا انه في هاسيندا في السحل الشمالي في مكان في بتاع صهر او بتاع يعني ديسكو او غيره مطعم مطعم هذا المطعم فيه اصوات دي جي عالية بالليل وغيره ازعاجت هذه الاصوات السكان ومنهم المهندس هشام طلعت مصطفى انا بحكيه اللي تقال فكان من سيد المهندس هشام طلعت مصطفى انه اتصرف بشكل ادى في النهاية الى ازالة او ازالة جزء من هذا المطعم المطعم بيملكه احمد البلتاجي احمد ممضوح البلتاجي ودي الروايات اللي بتتقال بعد شوية لقينا انه المطعم او الشركة بتقول اللي بتدير المطعم انه يا جماعة ما فيش اغلاق ولا فيهدن الموضوع بسيط والحجزات شغالة فيش اي مشكلة ويطلع بيان للمهندس هشام طلعت مصطفى مشاهدة الصحف قال يا جماعة اصلا انا ما روحتش الساحل ولا سندة بقى لي اسبوع ولا ليه علاقة بالموضوع لا من قريب ولا من بعيد الناس بتزج باسمي ليه في الموضوع اهو اهو اليوم السابع بتقول هشام طلعت مصطفى لسته طرفا في هدم مطعم لسيدة ولم اسافر للساحل الشبال منذ اسبوع يعني الحكاة اللي بتقول ان هشام طلع وقال لهم اقفلوا الصوت وإيه اللي هيديو لكم المطعم وراحت جات اللوادر وهدت المطعم في حضرة رجال السلطة في الدولة من القوات المسلحة مش صحية اهو الراجل بيطلع بيقول انا مكنش موجود اصلا ما روحتش اساسا مليش علاقة بالموضوع من اصله في حاجة مش مظبوطة يعني الروايات اللي تقالت الروايات وصور بقى وسوشال ميديا وناس تكتب وناس تقول وناس تعلق وناس تقول مش عارف ايه وناس تقول الابصر ايه في الاخر امسك امسك الموضوع امسك الموضوع عمل الموضوع عمل زي الواحد ماسك مايب تتفلت من بين اصابعه مفيش موضوع مفيش حاجة خناءة بتحصل خناءات كل يوم في كل مكان في العالم في البيوت خلاف بيحصل خلاف في كل مكان في العالم وفي البيوت بيحصل عملية هدم وتعدي كل يوم بتحصل ايه الجديد النهاردة انه في الساحل الشمالي في هسيندة واسم شامط عط مصطفى يتم تدوله بهذا الشكل عبر وسائل التواصل الاجتماعي وعبر المنصات الاخوانية والمطعم واستغلال النفوذ وايهالي هسيندة زعلنين انه ازاي وكلام كتير بتقال ارجع للاصل الموضوع مفيش موضوع طيب السؤال الاهم انا جبت البيان لصدر الجهة اللي طلعت بيان هو المهندس هشام طلعت مصطفى يا جماعة انا مليش علاقة بالموضوع لا من قريب ولا من بعيد واللي هيجيب اسمي في الموضوع هقضيف ده الراجل طلع الكلمتين موضوع اه او مفيش بيانات طالة طلعت من المطعم مطعم لوسيدة ده مفيش بيانات طلعت لكن فيه تصراحات قالت انه المطعم بيقول احنا شغالين مفيش حاجة يبقى فين المشكلة يبقى ده شام بيقول ما ليش علاقة وقدر المطعم بقول احنا شغالين ايه اللي حصل تيه صور متداول وفيديوهات متداول اللي هو قدر بيهد جزء بنصور او غيره ربما يكون متعدي ربما يكون الجزء ده فيه خلاف يعني المطعم قال مفيش حاجة ما تهدناش كل اللي انا قلت ده كلام يعني لو بيوده لو بيجيب لكنه بيعكس حالة من حالات السيولة على وسائل التواصل الاجتماعي واحنا متابعينها متابعين حاجات زي كده كتير كل ده كوم ومحاولة الزج باسم القوات المسلحة كومتان هنا نقطة نظام هنا نقطة نظام الجيش خطة احمر قوات المسلحة خطة احمر استخدام اسم الجيش او محاولة الزج بالجيش او محاولة الساق تهم بالجيش مفضوحة ونحن لها بالمرصاد وما يصحش وعيب وهتقابل بكل حاز مال الجيش هو الموضوع الجيش المصري منتشر في كل مكان خاصة المناطق الحدودية هو المناطق الحدودية المنطقة اللي فيها الساحل الشمالي وغيره التقاء المايا بالبر بالبحر ده لازم يكون فيه تواجد جيش لازم تواجد لحرص الحدود منطقة الشمالية وغيره كون فيه عنصر من عناصر القاتل المسلحة موجود في الصورة او في فيديو موجود وهو موجودين في كل مكان طيب لو مش موجود لك مال فيدي الجيش موجود فين قوات انفاز القانون الشرطة موجودة حد شفت حد الدخل يعني محاولة بقى على السوشيال ميديا والكتائب والنموس الالكتروني والبعوض الالكتروني والزباب الالكتروني الشغال هيبدأ بقى يربط امور غير صحيحة يبدأ يستنتج امور غير صحيحة وتكلم كله بالكيلو كله بتكلم كله بيتكلم هو في حد يشو بتكلم كل الناس بتفتي كله عامل نفسه خبير كله عامل نفسه وقولك دي معلومات كله عامل نفسه انه هو يعني صانع الاحداث ومحور الكون كله شغال عامل يتكلم كل الناس عمالة ترغي الرغي والرغي الاخر الرغي والرغي الاخر حقيقة دي قصة كنت بتكلم فيها قبل الهوى مع مجموعة من الاصدقاء والزملاء والفريق معايا بنتكلم بنشوف الموضوع مش تقين موضوع تب مالت نازل ترندات ليه يعني الموضوع نازل ترند هشام طلعت مصطفى مش عارف سيندا مش عارف لوسيدا مش عارف احمد البلتاجي مين مين ايه القوات المسلم ايه يا جماعة تب دور عاصل الموضوع مفيش موضوع ادي نفي و ادي تصريحات بتؤكد هزا النفي و ادي الامور مفيش اي بيانات ولا حاجة جزء من المطعم تهد لا دا المطعم كله تهد لا دا مش عارف ايه طبعا الكلام هدأقوله الكلام اللي انا بقوله دا يا جماعة يعني مش هيهم ميت مليون يعني اللي انا بقوله دا مش هيهم ميت مليون دينا عاديين جران ولا مطعم ولا في الناس بتروحوا خمسين ستين ميت واحد الف واحد مش ههم من الميت مليون يعني يعني عندنا هموم اكتر و عندنا بلاوة اكتر و عندنا اهتمامات اكتر و عندنا موضوعات اكتر عندنا يعني مشاكل و هم ميت لم هنروح ندور على اخناقة في مطعم و اتنين و تلاتة و اربعة و عشرة و عشرين و مية و في الاخر عايز تشدلي و تجرجرلي اسم القاتل المسرح في الموضوع ما يصحش عيب